شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وليو عهد الفجيرة انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات الفين واربعتين وعشرين في مدينة جميرا بدبي تحت شعار استشراف حكومات المستقبل وأكد سموه الأهمية التي تشكلها القمة العالمية للحكومات في تسليط الضوء على أهم المواضيع والتحديات التي تشغل العالم اليوم ودورها المحوري في جمع القادة وصناع القرار والخبراء من أنحاء العالم للمشاركة في إثراء محاور القمة وتحقيق أهدافها نحو مستقبل أفضل لأساليب عمل الحكومات وصالح البشرية